اهلا بكم في فيلم جديد بيبدأ الفيلم مع مجموعة من الروبوتات اللي بيهاجموا كوكب الارض بنشوف ان في عائلة بتحارب هجوم الروبوتات ده وبتصد هجماتهم بنرجع بالاحداث فلاش باك اربع ايام قبل ما يسيطر الروبوتات على كوكب الارض بنشوف كيتي اللي بتحكينا عن حياتها وعن عائلتها واللي بالمناسبة اسمها عائلة ميتشل وبتقول كيتي انها دايما كانت بتحس انها شخصية مختلفة عن باقي زميلها ولكن زميلها كانوا دايما بيحبطوها ومش بيحترموا اختلافها بتكمل كيتي كلامها وبتقول انها لقت صعوبة عشان تتأقلم مع عائلتها واللي محدش كان بيفهمها كويس غير اخوها صغير واللي كان اسمه ايرون اما والدها فكان دايما مشغول عنها بنعرف ان كيتي اتقابلت في كلية الفنون واللي موجودة في لوس انجلوس وبيكون ايرون اخوها زعلان جدا لان اخته هتسيب البيت ولكنها بتقول له انه اكيد هيقدر يلاقي اصحاب جداد وبيرجع والدهم واللي اسمه ريك من الشغل ولما بيلال عائلة كلها بتلعب في الموبايلات بتاعتها بيطلب منهم ان هم يفلوا موبايلاتهم ويستمتعوا باخر ليلة ليهم مع كيتي قبل ما تسافر وكمان بيقول لكيتي انها لازم تعمل خطة بديلة عشان لو فشلت انها تكمل في الاكاديمية وساعتها بتتدايق طبعا كيتي لان والدها كده مش واثق بقدراتها في تاني يوم بتجهز كيتي علشان تسافر ولكنها بتتفاجئ ان عائلتها لغت تذكرة الطيران بتاعتها وقرروا ان هم يوصلوها لوس انجلوس بالعربية في العربية بتتفرج والدتهم ليندا على صور الجيران وبتقول لهم ان عائلة الجيران هي عائلة كاملة ومثالية لان هم دايما سعداء في حياتهم وانها كانت بتتمنى ان عائلتهم هم كمان يكونوا بنفس السعادة وفي الطريق بنشوف كيتي وهي بتصور كل حاجة حواليها تقريبا اما ريك فبيفضل يحاول يعمل حاجات كده علشان تعمل كيتي ولكنه بيفشل في كده بيقفوا بعدها على الطريق وبنشوف كيتي وهي بتستخدم تطبيق اسمه بال وبتقول لاخوها انها بتستخدم التطبيق ده في كل حاجة في حياتها تقريبا بنروح لقاعة مؤتمرات كبيرة وبيظهر شخص اسمه مارك وبنعرف ان هو يبقى صاحب شركة بال دي وبيعلن ان هو هيبدأ يستعين بمساعد جديد واسمه بالماكس وبيكون عبارة عن روبوت كده بينفس اوامر مارك في اي طلب بيطلبه منه بيكمل مارك كلامه وبيقول ان هو متأكد ان الروبوتات الجديدة دي مش هتتحول لكائنات شريرة مهما حصل ولكن فجأة بنلاقي ان مارك بيفقد السيطرة على الروبوتات وبيقول واحد منهم ان هما دلوقتي بياخدوا اوامرهم من شخص تاني وبيقبضوا على مارك وبتبدأ سيطرة الروبوتات على كوكب الارض بنرجع مرة تانية لكيتي وعيلتها اللي وقفوا في كافية على الطريق وبيدخل عليهم جرانهم وبيتتدايق لندا منهم بالذات بعد ما شافت صور رحلتهم الاخيرة وقد ايه كانوا مبسوطين جدا بيها ولكن فجأة بيهجم الروبوتات على المكان فبتهرب عيلة الجران بسرعة ولما بتحاول عيلة كيتي ان هما يهربوا هما كمان بيفشلوا بيهجم واحد من الروبوتات دول على ريك وبياخدوا وبيطر بيه لبعيد بنشوف بعد كده الروبوتس وهم بيسيطروا على كل مكان في العالم وبتتحول شرك بال مقر لمنظمتهم الجديدة بيكتشف مارك بعد ما الروبوتات ابضت عليه ان المساعدة القديمة هي اللي سيطرت على الروبوتس وبتنتقم منه لانه قرر ان هو يستغنى عنها بكل سهولة وبنعرف بعدها ان الروبوتس قدروا ان هما يبضوا على كل البشر حوالين العالم ما عدا عيلة ميتشل بيقول ريك انه عنده خطة علشان يقدروا يسيطروا على كل الروبوتس وكمان ينقذوا العالم وان اول خطوة هي انهم يتخلصوا من التليفونات بتاعتهم علشان محدش من الروبوتس يقدر يعرف مكانهم وبتشوف كيتي اتنين من الروبوتس بيتكلموا وبتسمحوا من بعيد وهم عادين بيتكلموا عن الطريقة الوحيدة اللي ممكن البشر يستخدموها علشان يخلصوا عليهم وهي شفرة الاتل المدمرة ولكن من فجأة كيتي بتتزحلق وتقع هي واخوها ايرن قدام الروبوتس ولكن بينجحوا ان هما يختفوا من قدامهم قبل ما الروبوتس يحسوا بيهم بتكتشف كيتي ان في خطأ كده في صناعة الروبوتات وكمان طريق برمجتهم فيها حاجة مش مظبوطة وفعلا بتتأكد من كده وبنشوفها وهي بتسيطر على الروبوتين اللي كانوا بيتكلموا مع بعض وبتعرف منهم انها تقدر تستخدمهم علشان تدخل شفرة لعقل مساعدة مارك وساعتها هتقدر انها تخلص العالم من الروبوتس وكمان القائدة بتاعتهم وبتقرر كيتي وعيلتها ان هما يوصلوا لمركز التسوق اللي موجود على بعد ثمانين ميل علشان ينفزوا خطتهم في الطريق بيقدروا باقي الروبوتس ان هما يشفوهم ويهجموهم وبيتحاول عيل الكيتي ان هما يهربوا منهم وبيقدروا فعلا بصعوبة ان هما يهربوا منهم بنشوف بعد كده الروبوتس وهم بيخزنوا البشر في شكل كابسولات ضخمة كده وبيحطوهم جوة صواريخ وده علشان يطلقوهم في الفضاء وبالشكل ده يقدروا ان هما يتخلصوا منهم ويعملوا عالم جديد من الروبوتس بدون اي بشر بنشوف بعدها واحد من الروبوتس وهو بيكلم القائدة وبيقولها ان في عيلة لسه مش قادرين ان هما يقبضوا عليهم وبتوصل كيتي وعيلتها مع الروبوتين للمول التجاري وبتطلب من الروبوتات انها تعمل تحديث لكل الاجهزة لنظام بال الجديد علشان يبدأوا ينفزوا خطتهم ويقدروا يسيطروا على عقل القائدة بتاعتهم ولكنهم فجأة بيلاوا ان كل الاجهزة الكهربائية اللي موجودة في المول بتهاجمهم وبتطلب الزعيمة من كيتي انها تسلمهم اللابتوب الخاص بيها وبتتفاجأ كيتي من اللي بيحصل ده طبعا وبتلاحظ ان اي حاجة عليها شعار شركة بال في المول التجاري بتتحرك وبتفهم ان الشعار ده عبارة عن شريحة بتقدر الروبوتس انها تتحكم فيهم عن طريقها وفعلا بتبدأ كل حاجة في المول انها تهاجم كيتي وعيلتها فبيهربوا بسرعة لمدينة الالعاب اللي موجودة في المول ولكنهم بيكتشفوا لما بيوصلوا لهناك ان كل الالعاب عليها شريحة شركة بال وبيبدأوا يهاجموهم وبتظهر قطة ضخمة جدا وبتهاجمهم بتحاول عيلة ميتشل انها تهرب بسرعة وفعلا بيخرجوا من مدينة الالعاب وبيقرر ريك ان هو يعمل مسيضة للقطة الضخمة عن طريق سلك الكهرباء زي ما كانوا بيعملوا زمان مع الحيوانات البرية وفعلا بتنجح خطة ريك بتكتشف بعد كده كيتي ان الانترنت فصل وتحميل التحديث الجديد بيقف بعد ما كان قرب ان هو خلاص يخلص وبتحس بالإحباط انها مقدرتش تنجح في مهمتها ولكن ريك بيقولهم ان هم ممكن يوصلوا لمقر شركة بال نفسه وساعتها هيقدروا ان هم يفعلوا شفرة الموت من هناك وفعلا بيجهزوا العربية اللي هيتحركوا بيها وبيشجع ريك بنته كيتي وبيقولها انه لولاها كان زمانهم اتقبض عليهم زي باقي البشر وانها السبب انه هم لسه عايشين لحد دلوقتي ومن ناحية تانية بنشوف القائدة وهي متعصبة من عائلة ميتشل وبتجاهز روبوتس الحرب وبتوريهم صورة لعائلة ميتشل وبتطلب منهم كمان ان هم يخلصوا على كل افراد العيلة وكمان الروبوتين اللي قدروا ان هم يسيطروا عليهم بنرجع لعائلة ميتشل اللي بتشوف كابسولات البشر اللي موجودة في الصواريخ واللي هيتم ارسالهم من الفضاء وبتصور كيتي كل اللي كان بيحصل بيتكلم بعدها ريكو بيشرح لهم الخطة اللي هيمشوا عليها علشان يقدروا يخلصوا على الزعيمة وينقذوا العالم بتقرر عائلة ميتشل ان هم يخطفوا مجموعة من الروبوتس وبيسرقوا اللبس بتاحهم وبيتخفوا كده في شكلهم علشان يقدروا ان هم يوصلوا لمكان القائدة وفعلا بينجحوا ان هم يدخلوا الشركة بيسمعوا القائدة وهي بتطلب من الروبوتس ان هم يدوروا على اي روبوت بيتصرف بشكل بشري لانه اكيد هيبقى فرد من عائلة ميتشل وساعتها بيتوتر كل افراد العيلة وبيقلوا اكتر لما بيشوفوا روبوت وهو بيتدمر بعدما الحراس شكوا في طريقته وتصرفاته بتقدر فعلا القائدة انها توصل لعائلة ميتشل وبتقدر انها تسيطر مرة تانية على الروبوتين اللي كانوا معاهم اما كيتي واخوها ايرن فبيقدروا ان هم يهربوا من الروبوتس وبيكون ايرن طبعا متوتر وبيعيط وساعتها بتقرب منه كيتي وبتحاول انها تهديه بتطلب منه بعدها ان هو يمسك كاميرا الفيديو بتاعتها ولكنه بالغلط بيفتح فيديو قديم وبيشوفوا والدهم وهو بيودع بيتهم القديم رغم ان هو كان بيحبوا جدا ولكنه اضطر ان هم يسيبوه علشان خاطر بنته كيتي وبيفضل ريك في الفيديو يلعب مع كيتي ولما بتشوف كيتي الفيديو الكامل بتتأثر جدا وبتقرر انها لازم تنقذ والدها وتغير كل اللي بيحصل بنروح للقائدة اللي بتحبس ريك في نفس الكابسولة اللي فيها مارك وبيكون مارك بيشوف الفيديوهات اللي كانت بتعملها كيتي على اليوتيوب وساعتها بيقول مارك الريك انه بيحب فيديوهات البنت دي وبيحب يشوفها باستمرار فبيقوله ريك ان البنت دي تبقى بنته وبيضحز ريك ان الشخصيات اللي كانت بتعملها كيتي في الفيديوهات كانت بتشبه الشخصيات اللي في حياة عائلتها اليومية بنروح لكيتي اللي بتسوء العربية بسرعة كبيرة ولما بتشوفها القائدة على الشاشة بتتعصب وبتطلب من الروبوتس بتوع الحرب انهم يهجموا عليها ولكن كيتي بتكون ربطة الكلب بتاعها على العربية وده علشان تقدر انها تشوش بيه على عقل الروبوتات وفعلا بتنجح فكرتها وبيفضل الروبوتات يفكروا في شكل الحيوان لحد معقلهم طبعا بيوقف وبيتدمروا وبيشوف ريك اللي بيحصل وبيقرر انه هو هيساعد كيتي وبيطلب من مارك انه هو يساعده وفعلا بينجح ريك انه هو يخرج من الكابسولة وبيروح بسرعة لزوجته ليندا علشان يخرجها هي كمات وفعلا بيخرجها ولكنه بيقع في مكان مجهول وبيقدر الروبوتس انه هما يوصلوا ليندا بيوصل ريك لما كان فيه شاشة كبيرة كده بيحاول انه هو يفتح فيديو لكيتي واللي كان فيه شخصية الكلب اما كيتي فبتوصل باقصى سرعة للصاروخ علشان تقدر انها تخلص على القائدة ولكن بتقدر القائدة دي انها تحبس كيتي جوه الكابسولة لما قربت منها اما ريك فبيوصل ليه باقي الروبوتس وبيحاولوا انهم يخلصوا عليه قبل ما يشغلوا الفيديو اللي فيه الكلب بتتكلم القائدة مع كيتي وبتقول لها ان ما فيش اي سبب يخليها عاوزة تنقذ البشر وده لان العلاقات ما بينهم بقت صعبة جدا ولكن كيتي بتقول لها ان في ناس كتيرة بتضحي بسعادتها عشان خاطر الناس اللي بيحبوهم زي ما ريك تنازل عن البيت اللي بيحبه علشان يساعد كيتي وفاكه بيشتغل فيديو كيتي على كل الشاشات وبيظهر ريك اللي بيقدر انه هو ينقذ كيتي ولكنهم بيكتشفوا ان روبوتس الحرب ما كانوش بيتأثروا بالفيديو زي الروبوتس العادية وساعتها بتقرر كيتي مع والدها انهم يحربوهم وبينضم ليهم ليندا وايرن وبتنجح كيتي انها تخلص على القائدة وبترميها من فوق المبنى وبتقع القائدة دي في المية وبيتحرق الموبايل وبتموت وبينقذوا البشرية كلها بتقرب عيلة جيرانهم منهم وبيشكروهم لانهم انقذوهم وبيروح ايرن لبنت جيرانهم وبتكون هي كمان بتحب الديناسورات زيه وبيتفقوا يعني ان هما هيلعبوا مع بعض اما كيتي فبتكتشف ان هما فعلا عيلة مميزة زي عيلة جيرانهم بالزبط ويمكن اكتر كمان وبتودع اهلها وبتسافر للكلية في لوس انجلوس بعد ما اكتشفت قد ايه ريك ابوها كان بيحبها وبس كده لحد هنا بتنتيح حلقتنا لو عجبتك ما تنساش اللايك والشير وما تنساش تعمل سبسكرايب لو انت مش مشترك في القناة تفعل زرور الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد نشوفكم في حلقات تانية كتيرة جديدة وسلام